السلام عليكم ورحمة بأصدقاء المبدعين معاكم خولة واليوم مثل ما معتكم صفحة من مذكراتي طبعا طلبتوا مني أن أسوي لكم فصورت فيديوين إن شاء الله هالأسبوع والأسبوع اللي هاي رح يكون فيه واحد في البداية خلني أكلمكم عن هان المذكرات أولا هان المذكرات سويتها بروحي من الصفر وشرحت طريقتها في فيديوين على قناتي رح حط لكم الروابط في صندوق الوصف ثاني شيء هذه المذكرات فيها أشياء استمتع فيها تفرحني أعرف أن بعد عشر سنوات أريد أقرأ هذه المذكرات مرة ثانية وأشوفها وأتصفحها لأنها تيبي للسعادة والسرور ثالث نقطة أن ما تعتمد وايد على الصور أغلب الصور لموجودة في هذه المذكرات هي أصلا كانت حق بروجيكت لايف أو السكراب بوكين بس ما ما حطيتها وما استخدمتهم أو طبعت زيادة منهم فأحطهم أنقلهم لمذكراتي رابع شيء أن أغلب القصصات اللي أستخدمهم مني كتناوي أتخلص منهم أو ما لهم مكان في مشاريع ثانية فأحطهم هنا أو سويتهم وما استخدمتهم لمشروع ثاني فأستخدمهم في هالمشاريع أغلب القصصات هي قصصات صغيرة فأنا أعيد أستخدمهم بطريقة ما بهذه المذكرات طبعا مثلا ما شفتوا أن أنا يبت هذا التاج معي من زمان أكثر من ستة فقررت أني أستخدمه شوي ألوانة متقاربة مع الصور ومع الخلفية حدث تبقى لما أسود بطريقة سريعة وحفوية مو بمستقيم مو مرتب بس يعني يعطي تأثير حلو فيه وحطيت التاريخ التاريخ لا يمود للصورة بصلة التاريخ هو تاريخ اليوم اللي اشتغلت على الصفحة اليوم اللي كتبت فيه الكلام على الصفحة أو مذكراتي أو دونت يومي أو لحظتي أو شعوري لهذا الشيء أو في هذا اليوم وطبعا نبت تاق ثاني بعد نفس الشيء هذا قديم فقررت أني أستخدمه والغيمة سويتها وما استخدمتها لمشروع فقررت أني أحطها هني بدل لا تم محبوسة في الدرج فقررت أني أعطيها حياة ثانية وظيفة هني طبعا من ما أحب الغيمة غيمة ملكية محطوطة في صفحتي وطبعا شكلها كيوت ولونها أبيض متناسق يعني ما له من أقول لا ما متناسقة مع صفحتي أو لا وطبعا فجأة حصيت أني أريد حط شيء في الخلفية الصفرة بس لأن الورقة خفيفة ما تسمح أني أضيف أشياء زيادة فقررت أني أخليها فاضية ولصق على طول طبعا غالبا في هذا المذكرات الأشياء تكون عندي سريعة ما أريد أخذ وقت وايد أو أنشغل وايد وسوي تكنيكات وايد فيها أو مكس ميد أريد شيء سهل وبسيط الشيء الأساسي في هذه المذكرات هي أن أكتب أعبر عن اللف داخلي مشاعري ذكرياتي أشيائي وغالبا تكون بالأشياء الإيجابية بالأشياء الفرحة مثل ما قلت لكم حق المستقبل الأشياء اللي أضايق منها أكتبها في ورقة عادية وعقها في الزبالة عما الأشياء اللي أريدها تم مدة طويلة فأكتبها في هذه المذكرات طبعا لصدت كل العناصر بعدين قررت أني أيب واشي تيبز لأنني من البداية أقول لازم أستخدم واشي تيبز فقررت أني أيب هذا الواشي تيبز هو مو بواشي مثل يعني هو لصق بس مو بمصنوع من الواشي تيبز فيه كريتر ولونه حلوه طبعا أنا حب كريتر ولحلوه في أنه يطلع يجبز أثر على يدينا أو ملابسنا أو يجبز الصفحة كلها كريتر لا بس أنه كريتر فيه وفيه لمعة فقررت أني أحط وراء الصور وراء التاق وطبعا الشيء الحلو أني أنا ما أحط لصق على أطراف الأوراق أو أطراف الصور عساس هذه اللحظة اللي أبقى أضيف أشياء تحت الصورة فيكون في مجال أن أدخل أشياء تحتها فيسهل عليه هنا طبعا حسيت عساس أني أحس أن الصور ملمو مع بعض الصفحات متجمعة مع بعض فراح أحط إطار حول الصور وكذلك حول الصفحات وضيف لهم شوي نقاط وشوي قلوب بالقلم اللي عندي طبعا هذه الأقلام في منها أحجاب عسانتي أنا غيرت حجم القلم فالقلم الثاني يعني أستخدمه غالبا للكتابة اللي يكون راسخ صغير وايد أما اللي يكون حجمهم كبير راح أطهم حق نفس هالأشياء يعني نفس الرسم الأشياء السريعة والتحديدات فحس يعطي أشياء حلوة طبعا استخدمت أسود لإني التاقس في أسود فقريت خلي يعني أستخدم الإطار بعد أسود وأنه بارز طبعا لون ماشاء الله بارز وطبعا هالأشياء اللي سويتها سريعة وبسيطة الشي اللي ضفت إني حطيت استكارات وكتشفت إني أريد استكارات لونهم غير الوردي وغير الأحمر لأنني ما كنت أريد أضيف وردي وأحمر في الصفحة هذه أشياء ما أخرب تناسق الألوان فبحط أعتقد الكريستالات رح أصور قريب عشان تشوفوا التفاصيل وبالطبع قلوب وهني طبعا أنا دورت بين الاستكاراتي وأتمنى أنكم تستفيدوا وتجربوا وتكتبوا يومياتكم في أي دفتر كان عندكم شعور جميل شعور مدهش يعني حتى أنا لما أقرأ مذكراتي من عشر سنين كانت بسيطة بس كانت كتابة ما فيها لا استكارات لا صور لا حتى قلوب ولا رسم ولا شي بس كنت بعد استمتع أنا ياسا أكتب أعبر عن مشاعري في أشياء توضح لي في عقلي فعشان تي أنا أحب الكتاب وكثر ما أحب أني أمارس شواياتي وهذا كان نهاية الفيديو أتمنى أنكم استفدتوا واستمتعتوا ونلقاكم إن شاء الله في فيديوهات ثانية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته